الأخ عبد السلام كذلك قال إمام يصلي حاسر الرأس دون تغطية الرأس مكروه تكره إمامة الإمامة اللي يكره الإنسان أن يصلي إماما بالناس ورأسه حاسر أو مكشوفا حاسر الرأسي هذا مكروه يستحب الإنسان أن يغطي رأسه من الآذاب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة لا يتركها ولنا في رسول الله إسوى حسنة سواء كانت عمامة وكانت طاقية وغطرة وكانت شال كل واحد حسب العرف اللي هو يعيشه في بلده إلا بأس بذلك